أقامت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها جلسة حوارية بعنوان صناعة الجلود في مصر بين التحديات والمأمولة تأتي تلك الجلسة في إطار مبادرة تفعيل مدينة أربو بيكي حيث تهتم الجلسة بمناقشة صناعة الجلود في مصر ما بين وضعها الراهن والمنتظر في المستقبل في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة والصناعة فضلا عن الجهود المبذولة في هذا الصدد لمستقبل تلك الصناعة الهمة بنتكلم إزاي في المرحلة جيم نقدر نطلع منتجات ومحال بقى أو أماكن تجارية يتم عرض فيها منتج محلي قابل للمنافسة عالميا لأن طبعا البرانتس العالمية بتبقى محتاجة فاشون معين ديزاين معين ليه إحنا كدولة مش قادرين نوصل لشكل الفاشون ده أو نقدر نوصل لفاينل ديزاين يناسب المنتجات العالمية ونقدر نصدرها خصوصا أن دي صناعة طبعا حجم الوردات سواء صادرات أو واردات فيها عالميا كبير جدا أبرز الأفكار أن نحن نحل المعوقات في متخلات الإنتاج في صناعة الدباغ وصناعة الأحزائية أن نحن نحاول برضو أن نجيب استثمار الأجنبي لمدينة الروبيكي أن نطور صناعة الجنود وكيفية تطوير صناعة الجنود هذه المدينة تم تصميمها تصميم عالمي لتتواكب مع الأزواء والكوالة العالمية للمنتجات الجلدية والجديد بالذكر أن هناك معادلة صعبة جدا أن مصر بتصدر 70% من الجلود غير مصنعة جلود مدبوغة فقط لغير وبتستورد 80% من يحتاجاتها من المنتجات النهائية فكان هناك القرار بتعميق هذه الصناعة والحد من الوريدات ورفع الناتج المحلي في هذا القطاع المصانع اللي موجودة فيها مش هقول بقى طبعا كلها لأن فيه مصانع طبعا موجودة صغيرة ولكن المصانع اللي موجودة في الروبيكي هي زيها بالضبط زي مصانع الدباغة اللي موجودة في العالم أو في إيطاليا بالذات على وجه الخصوص طيب إحنا عندنا النهاردة من التحديات الكبيرة اللي اتعاملت في الروبيكي وهي الميت مصنع اللي اتعاملوا له الأحزائية والمنتجات الجلدية اللي هما لسه مازالوا تحت اللي لم يتم افتتاحهم ولكن أول ما هيتفتحوا الأولاد أعتقد أنها تبقى خطوة مهمة جدا جدا جدا